كما ذكرت القرآن الكريم يوضح أهم وظيفة للإمام وهي الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بأمر من الله عز وجل طيب الهداية كانت من أهل البيت علم الصلاة بعد النبي بعد النبي الإمام عليه السلام هذا الأمة كان المرجعية العلمية حتى كان مرجعية علمية وروحية لأبي بكر وعمر والصحابة كانوا يرجعون إلى الإمام علي عليه السلام ما أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن فهم كل الصحابة كانوا يعتقدون أن أهل البيت هم الهدات الأئمة الهدات وقدموا الهداية والنور والثقافة والفكر كل شيء قدموا للإنسانية من الإمام علي وما ترك من طراث واضح إلى الإمام الحسن إلى الإمام الحسين وهكذا إلى الإمام الصادق والباقر وإلى آخر وكذلك أيضا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجل الشريف أيضا سيقدم الهداية للأمة الإسلامية وللإنسانية وهنا أذكركم بحديث في البخاري كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى وإمامكم منكم الإمام هنا بأي معنى؟ بمعنى الكرسي؟ الإمام هنا بمعنى القرآني إمامكم منكم أو معنى إمام الجماعة يعني عيسى بيصلي وراء الإمام المهدي؟ المهدي عجل الله تعالى فرجل الشريف؟ الإمام السياسية وإمامة الهدى في نفس الواحد مجتمع في الإمام المهدي فإذا عيسى يكون إمامه من؟ الإمام الثاني عشر الخلفاء بعد إثنى عشر الهداد بعد إثنى عشر الأئمة بعد إثنى عشر فأولهم الإمام علي وآخرهم الإمام المهدي وكل هؤلاء مارسوا الهداية وقدموا الهداية شكرا نعم دور الهداية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجل الشريف عندما يظهر ويملأ الأرض إن شاء الله قصا وعادة ونحن الآن نعيش في هداية الأئمة الإحدى عشر الآن ما نملك نحن من طراث هو من هداية الأئمة الإحدى عشر